جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم قصة ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعون نفسا ومات في نص الطريق وجاءت ملائكة العذاب تريد أن تأخذ إلى النار وجاءت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة كن وكونه تاب أرسل الله سبحانه وتعالى ملك في صورة بشر فحكم بين الطرفين فكان قريبا إلى الأرض الصالحة فأخذ به إلى الجنان هذا عندهم قدرة أن يتشكلون كذلك قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى الأبرص والأقرع والأعمى جاءهم ملك في صورة بشر وقال الأقرع ماذا تريد قال أريد شعرا حسنا والأبرص ماذا تريد قال أريد جلدا حسنا وأيضا للأعمى ماذا تريد قال أريد الوصول